عادية احنا في فصل الصيف سمارك الله عزاز على علينا اللي غلاس فغادي نشوفو كيفاش ايضا ممكن لكل سيدة اليوم نرافقوك لله باش نعطيك طريقة اخرى سبق لنا قدمنا المثلاجات مع الشيف وغادي نقدمو اليوم مع الشيف مارين باراكات كيفاش تحضرو المثلاجات الوصفة الاصلية يعني كقاعدة بالقشدة الطرية والكخيم انجليز وكذلك غادي نشوفو كيفاش ممكن تحصلي اللعل الكوغني بلا قابلة يعني كيفاش داك القوغني يكون مقرمش ولنو غالبا السيدة غا تقدر تصو بلا قلاص غدر دي بول ولكن تل القوغني شوية صعبة القضية ليكيش مني فخمري ماكتحاجة ماكتب لوقيها كل شي قاتمش تجر بوت خطي الحل بسراحةдержعتني الفكرة مو حليت المحل فوسط الدار امش غلت الوليدة إذا لم تقشك يقول لك ما مقنطنا ملقنا ما نديره أصلي غلاس كل عشية سوفي نوال كورن أنا عرفت شو نوال محفيز ديالا هو الوليدات خصائت شغلهم تكشير لكي إيه وعلى خير إن شاء الله لأن هي الآلة صراحة أنا عادة أعترت على هذا العام هذا العامل فاتما كانش تمفين بساكسة الطريقة هذه هو العجين المعروف نقطه لكم بعجالة 125 جرام ديال فورس أو الدقيق الأبيض من الأحسن عرفكم من المقادير مضبوطة يعني ما غنقضش نعطيب كاس عمبا إلا مياه وخمسة وعشرين جرام شوية هذا ناخده مقادير مضبوطة 125 جرام ديال فورس 110 جرام ديال سكر سكر سانيدة سكر سانيدة 125 جرام وميلي لتر ديال الماء مغلي إن ماء يكون غليان هنخلي وداته آخر مرحلة غنحتاج الواحد البيضاء وستين جرام ديال زبدة مدوبة تعبروه ستين جرام وزبدة مدوبوها 60 جرام زبدة من أحسن تكون حيوانية يعني ديال العبار كتاخدوا الفورس مع السكر مع البيض مع الزبدة كتخلطوا كل شيء كتزيدوا الماء مغلي يعني كتكون غليان من المقراج نيجا كبه وخلطي مزيان باش ما يتكور لك الخالد وخليها على جمب أشنو غنطيق اللي غني نعطيكم هي عادة كين ذاك الالرة كتعرفوها كتتكبو الخالد كتسدو عليها بحل دير بانيني كتسدو عليها كيخرج لك شكل ضاير كتلويها وهانتي عندك الكورني الطريقة اللي ما عندو سنعطيكم جش طرق اللي عندو الالة دير البانيني غنطيكم الطريقة كتاخدوا تسدو عليها من هنا العجينة هادي كتخليوها ترتاح كتخدموه بدي غاية ترتاح واحد شوية تبدأ الخدمة أخدي الالة ديالبانيني كتاخد لتسدو عليها من هذه العجينة هادي على حسب الحجم اللي بغتي انتي الكورني كتكبي الخالد اللي عندو بحل ط celebration يدهن بالزبدة باش ما تلسقش له تقبي عن الخلط و تسدي الآلة تساعد الخطوط أفوقية ماذا تبقي عنك ؟ تحليها تدري و ستدري تقريباً دقيقة تتسدي سائلة لأن الخلط سيكون سائلة باحد تسدي سائلة و تغطيها تأتي خطوطة عارضية لأنه معرفة للكونيس يتعطي الخطوط عمودية أفوقية تسدي سائلة و تغطيها قبل ما تتحمر نهائيا اشكان ديرانات ناخد واحد القطعة وكان قطع بسرعة بالموس كناخد شكل دائرة سافيك تاخدي ذاك الكورني اللي عندك اللي كنا نخدمو به الحلوات يكون معروف وكي لا تطريقة تقدروا غير بكارتونة تشكلوه وتحصلو على ذاك الكورني لباش تلويه باش تجيكم ذاك اللويه هكا دايرا سافيك تاخدو ذاك الايما كارتونة ولا راكي تباعو داك شكل ديال كورني كتاخدي كتلوي عليه ذاك العجينة هذيك غير هي مهم انك تلويها وهي سخونة يعني غاي ستحركوشي تكون لكن خاس تكون حتيها غير تتيب السدوز عشر ديال تاواني عشرين تانية تتيب السافي تتشد بالفاقم ديالا يعني خاس كتلويها وهي بقى سخونة تسحي ديام البانيني ستلويها بسرعة سافي وكتشكل الكورني اما تشكلو كورني تقدر تاخدو طويسة وديروها على شكل هكا طويسة بحالك يتباع وديرو فيه ليبول ديال ليغلاس طريقة اللي بغيتو كينا طريقة اخرى اللي ما عندوش الالات البانيني وما عندوش الالة الاخرى يقدر يدير الفران اغيرا هنا ملاحظة منسبة الالات البانيني يكونوا العيون صغار اللي عندو ذاك العيون كبار ما نسا تضغطي ما تيجيش لأجينة ما كتشدش يعني خاس ليس كون عيونها صغار اللي ما عندو لا بانيلي لتا شي حاجة غدي ياخد سينية يدير فيها ورق ديال الزوغدة غي ياخد شو ديال العيون كبو ياخد سباتيلو لشي حاجة مستحة ويسرح يغس تكون رقيقة غي حاولي يسرحها في ذاك السينية ويدخلها الفران بسرعة هي كتتتحمر كتاخد واحدة فمتي خمسة دقائق غي تبريكم تحمرات تتخرجوها حاولوا تدخلو جوج بجوج مديروش كيمية كبيرة مليك تخرجيها من الفران تتلويها نفس الشي كتلويها على ذاك الكورني سوف تستخدمي غيره هو ما كيجيش هكاك في ذاك الخطوطة هذا ويمتعوي تقريب فيه فعلا وها انتي غتحصلي على ذاك الكورني يعني على ذاك الباسطة اللي غدي تصلحيها كزليفات انتي يدرتيها نايف أشكل مختلفة درس زليفة ودرس كورني يعلى أشكل زليفة يعلى أشكل كورني اللي كيشوفها في الصورة يسحبو بشريت يقول يا درشتا نقول لنا ركينا لوصباشا لطاريخة كيروس تحضر غادي نشوفو دبالا غلاس شنو هي القاعدة؟ القاعدة ديال الوصفة الأصلية ديال اللي كان قولو ديالا غلاس هي الكريمة الإنجليزية يعني ليش كان قولو بغنادك غلاس بنين في حاجة بنينة إيطالية هي الوصفة هي الكريمة الإنجليزية ومن بعد غادي ناخدو طبعا حصة من أسئلكم اللي غادي نتواصلو فيها معاكم ومعا دكتور عيماد غير إحنا يا طبعا ممكن دبال تنطلع الدجا على بعض الأسئلة اللي وتواصلت بها على صفحة الفيسبوك سنة الزعيم أسوات ومن بعد غادي ممكن تواصلوا معنا مباشرة على رقمنا العاتي في صفر خمسة 22-77-24-24 وكذلك عنا فقرة جمالك من طبيعة إذن غادي نشوفو شنا هي القاعدة القاعدة ديال لاغلاس ديال لاغلاس هي الكريمة الإنجليزية معروف مقادر ديالا غا نحتاجو فيها الخمسة وثلاثين جرام ديال السكر جوج صفار ديال البيض ربع ليتر من الحليب تقرب هي نفس تشبه الكريمة باتيسيا غير هي ما تندروش فيها نشا هادي الكريمة الإنجليزية وهي راه الأساس ديال بزاف ديال الوصفات منها أصلا الأيس كريم أو المتلجات مرد بسبب هو جوج صفار ديال البيض 4b ديال الحليب عود ديال الفانيليا يعني من الأفضل هل ألقي بتوع الوح الوفانيليا ستتباع في المحلة تجاري الكبرى العود ديال الفانيليا وغا نحتاجو ميتين وخمسة جرام ديال كريم شانتي إما غا تاخدو كريمة سائلة محلة تطلعوها هنتو معindكم كريم شانتي أو تاخدو بودرة الي كتباع في الباكية او تاخدو ديال المحلبة تزديدو لها السكار وغتطربوها يعني اللي بغيتو. وهناك يناضافة كتستخدمو معلقة كبيرة ديال الكلوكوز. الكلوكوز قتعطي واحد القوام رائع لغلاس كريمي بوحد طريقة عجيبة. ندوزو ده بالطريقة غن حضرو كريمة انجليزية عادية غنطربو السكار مع اسفار البيض. البيض. والحليب غنخليو على النار يسخن مع العود الفانيليا. العود الفانيليا كتحلو وكتخرجو ديال الحبيبات كتحطوهم مع الحليب وكتلوحو تذك العود الفانيليا باش يطلق النسمة. كانت واحد المدى قرائي جدا هو ديال الفانيليا. سافيم ليكي يسخن ديال الحليب كتاخدوه كتكبوه على ديال البيض والسكار اللي طلعتوه تولى البيض. يعني ريب الخفاق اليدوي وكتخلطوه مزيان. كترجعو كل شي للنار. وكتبدوه تحركوه هنا النار مهيلة مهيلة بزاف. إلا عندكم ديال الحديدة ديال الطاجينته يديروها. حيتخصوه ما يفوتش ثمانين درجة. ماشي ولا بدي يكون عندكم هذا المقاس درجة غير هي ما يغليش. تبقوه وتحركو. مليك تاخدو معلقة خشبية كتدخلوها كتدوه زي سبعكو مخصوش يتلقوه. ملي ما تتلقوش يعني راه أصبح جاهز. مهم أهم حاجة ما تكونش النار عالية. سافي هاي وجدات الكريمة الإنجليزية. كناخدها. أشكنديل لها. كنحيدك لعود الفانيليا. كنزيد لها القلوكوز. ما كانشي قلوكوز ماشي مشكيل غي هو صراحة رائع كنجربو فليغلاس كي يجي رائع. تزيدو الغليكوز. تخلطو مزيان معلقة كبيرة. وتخلطو مزيان كريمة الإنجليزية. تخليوها على جمب تتبرد. ما غزيدوش لها الكريم شانتي وهي سخونة. غاديدو بكل شي لا. هتخليوها تتبرد مزيان. وغتزيدو عليها الكريم شانتي دك 250 غران. لي طلعناها وصبحات واقفة. وكنخلطو بشوية من أسفل إلى أعلى أسفل إلى أعلى. وكندخلوه الكنجلات ترتكي يجمد ويش دراسو. هنا ملاحظة لأنه. نحن لم يكن لدينا الآلة. إذا كانت الآلة هي تتحرك الغليكوز يبقى كريمة. طريقة أنكم تدخلو الكنجلاتور كل ساعة تجبدو وتحركو. كل ساعة جبدي من المجمد وحركي ذاك الغليكوز باش ما يتكونوش ذاك البلورات. ونحن سوف نحط على الوصفات على الصفحة الفيسبوك تلنا الزعيم أسواة.